موسيقى أعزائي مشاهدي طقس العرب في المغرب العربي أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في نشرة جديدة نستعرض خلالها تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة خلال الأيام القادمة حيث من المتوقع أن يتجدد تأثر تونس وأجزاء من الجزائر بمنخفض جوي يلقي بظلاله على المنطقة اعتبارا من مساء الأربعاء وخلال عدة أيام قادمة ويتوقع بما شئت الله أن يتشكل منخفض جوي مساء الأربعاء في الحوض الغربي للبحر المتوسط يترافق مع اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو الجزائر وتونس ما سيعمل على عودة الأجواء المضطربة وتجدد الفعالية الجوية وعودة الفرص لهطول الأمطار بشكل عام والثلوج على بعض المناطق الجبلية وتدخل كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال ليلة الأربعاء على الخميس تعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة على المناطق الشمالية من الجزائر وشمال تونس حيث يعود الطقس ليصبح باردا وشتويا في أجزاء واسعة يوم الخميس ومع السمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية يتوغل المنخفض الجوي جنوبا نحو جزيرة سقلية ويتوقع أن يمتد تأثير الهواء البارد ليصل المناطق الداخلية الصحراوية للجزائر وكذلك مناطق وسط وجنوب تونس تأثير هذه المنظومة الجوية على أرض الواقع سيكون على شكل انخفاض كبير في درجات الحرارة وزيادة كبيرة في سرعة الرياح وتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة على أن تتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول الأمطار اعتبارا من ليلة الأربعاء على الخميس انطلاقا من السواحل الشرقية والوسطى للجزائر والمناطق الشمالية لتونس هذه الهطولات يتوقع أن تكون غزيرة في بعض الأحيان ومترافقة مع حدوث العواصف الرعدية فوق بعض المناطق خاصة الساحلية منها وتمتد الهطولات تدريجيا نحو المناطق الداخلية الشرقية للجزائر خلال ساعات ليلة الأربعاء على الخميس حيث قد تصل إلى مدن جزائرية رئيسية مثل قسنطينة وصطيف أما بالنسبة للثلوج فيتوقع أن تتساقط على بعض المرتفعات الجبلية العالية شرق الجزائر كذلك بالتزامن مع دخول الكتلة الهوائية الباردة يوم الخميس يستمر تساقط الثلوج على سواحل شرق الجزائر وشمال ووسط تونس وتكون الأمطار غزيرة على فترات ومترافقة مع حدوث العواصف الرعدية في حين تتراجع الفعالية الجوية عن المناطق الوسطى للجزائر كما يتوقع تساقط الثلوج يوم الخميس على المرتفعات الجبلية العالية شمال غرب تونس وبعض المرتفعات الجبلية في أقصى شمال الجزائر أو أقصى شرق الجزائر عفوا حيث قد تكون الثلوج كثيفة أحيانا خاصة مع ساعات المساء ليلة الخميس وليلة الخميس على الجمعة وينوه موقع تقص العرب إلى أن سرعة هبات الرياح خلال المنظومة الجوية قد تكون أو تتعدى حاجز المائة كيلومتر للساعة على سواحل شمال تونس وشرق الجزائر قد تعمل لا سمح الله على حدوث أضرار مادية بسبب تكسر الأشجار وتطاير اللوحات الإعلانية كما يتوقع أن تعمل سرعة الرياح العالية على اضطراب البحر بشكل شديد على طول الشريط الساحلي للجزائر وتونس إضافة إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية بناء على هذه المعطيات فإن موقع تقص العرب يحذر الإخوة في تونس والجزائر من مجموعة محاذير منها خطر تشكل السيول على الأودية والمنحدرات أيضا خطر اضطراب البحر وارتفاع الموج خطر انغلاق بعض الطرقات على المرتفعات شمال غرب تونس وأقصى شرق الجزائر بسبب تراكم الثلوج أيضا خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الأتربة المثارة والزوابع الرملية للمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com بالإضافة لتطبيق تقص العرب الخاص بالهواتف الذكية إلى جانب صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة